انتلقت المبادرة الوطنية لتطوير صناعة المصرية ابدأ بتكليف من رئيس الجمهورية لخريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل الصناعة وتنمية العنصر البشرية وتوطين التنمية بما يضمن استدامة المبادرة وتسعى المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية وهي توفير فرص عمل وتوطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه وتوفير نحو 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربع المقبلة